قامت وزارة السياحة والأثار بتسليم 173 قطعة أثرية من نوع العملات قبل تهريبها قامت بتسليمها لدول السعودية والعراق والأردن والصين من خلال جهود إدارة الوحدات الأثرية والإدارة العامة للجمارك وعقب تسلم الدول القطع الأثرية قدم ممثل الدول الشكرى لمصر على هذه الجهود التي تؤكد على عبق التاريخ والحضارة المصرية التي تحافظ على آثار الدول العربية والأجنبية مؤكدين استمرار التعاون الثقافي والسياحي مع مصر ومعبرين عن سعادتهم بهذا الإنجاز والتعاون الذي أعاد هذه العملات قبل تهريبها من داخل المتحف المصري في التحرير بنسلم 173 عملة لأربع دول شقيقة السعودية العراء الأردن الصين الوحدات الأثرية المنافذ الموجودة في المنافذ البرية والبحرية والجوية قدرت أنها تضبط بعض قطع أثرية تنتمي لدول أخرى في طريقها خارج البلاد والحمد لله النهاردة في مناسبة جميلة جدا قدرنا أن نسلم القطع الأثرية التي تم ضبطها خارجها بطريقة غير شرعية لأصحابها وكانت مبادرة جميلة جدا من جمهورية مصر العربية التي تحافظ على أثارها وأثار الدول الأخرى هذه رسالة إيجابية محببة وكبيرة جدا وتدعم أيضا الأخوة العربية وأيضا حتى غير العربية في مجال الصداقة مع باقي الدول وباقي الشعوب بأن هذه الآثار عندما تضبط في مكان تعد بمثابة الأمانة إلى حين إيصالها إلى أصحابها الشرعيين ومنها جمهورية العراق التي استعادت عملة نقدية بعد ستة قطع تعود إلى حقبة الحكومة الملكية الدولة العراقية الأولى أن مصر حارسة وبوابة لحماية الآثار الإنسانية وهذه أيضا رمزية لمزيد من التعاون بين الدول العربية لحماية الآثار ولمنع تهريبها ومنع سرقاتها العالم العربي لا شك أنه تعرض خلال العقود الماضية إلى عملية سرقة ونهب آثار كما ندور على أثارنا المفقودة أو المهربة التي فقدت نقدر سألها أن نسلم الذي نحصر عليه عندنا برضو بقدر اللي إحنا بنعمله محتاجين الاهتمام أن كل الدول اللي عندها أثار خاصة بنا يكون في تسهيل